أما هلأ ميسان ننتقل لعالم الصحة والطب يمكن مشكلة بيعاني منها كتير من الناس هي انتفاخ البطن وبتأدي إلى كتير من المشاكل الهضمية بالجهاز الهضمي ودائما أحيانا بيكون تشخيصها خاطئ فبتلاقي الشخص ملبك ما بيعرف شو بدي يعمل نحكي أكتر عن هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية الدكتورة سواب الغبرة يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك صباحك يسعد صباحك دكتورة دكتورة في كتير أشخاص خلينا نقولي يمكن حتى السيدات أغلبهم بيقولوا أنا عندي كرش ما بعرف إذا أنا منفوخة أو أنا سبنانة ودائما هي تعمل حالة قلق عند الجميع يعني شو الفرق بين حالة أنه عنجد هذا الشخص عنده نفخة أو هي عنده كرش حقيقي لا النفخة ما بتخبي حالة إنه كتير بيخربطوا بين الكرش والنفخة ممكن واحد نحيف جدا وبطنه لازع بيضهره ويحس بي نفخة وهدول على فكرة الناس اللي بينزوجوا بنا على فكرة غالبا ما يكونوا ناس نحفة لأنه الجهاز الهضمي تبع عندي النبوب الهضم تبع عنديهم ديق بقى اللي إما يتبين فورا على بطنه يعني بهالقصة هاي النفخة شي مختلف جدا عن الكرش والإحساس اللي بيتولدون النفخة إحساس بيوصل لعبعض الأحيان غير للتدشق والهي عدم التركيز بأي شيء ممكن أنا تكون بين إيديي فالنفخة اليوم يجعيني حكي مولا أنه أنا أكلت فلافل وحوم وصفود وقريات وأكلت خبز المسا النفخة شغلة عفكرة إذا وصلت مراحلها المتقدمة بتأدي لأكتئاب بتأدي لشيء اسمه غصة أو تدشق بتأدي لشيء اسمه عملية ضغط لعضلة القلب لأنه بيصير عندك الحيز المطني آخذ رفع لعضلة الحجاب الحاجز بيخنق القلب بيخنق خنق الوصول بتنقص الأكسجة بالدم بتعمل مشاكل حتى نغزات من الصدر بتبلش مثل كيفس سيخ اللحمة اللي فايت من الصدر لنظهر صحيح بيقولوا حيانا للعالم لأنه عندي واتاب في عالم بتفكر عنده واتاب وهو بيكون نفخة وشو هالشكل اللي عم تجيني من ورا نفخة ما بينتبه عليها بزاوية قعر الكولون ولا بيحزر عحال فيها فهي الأمور هاي إن شاء الله هنحكي عليها اليوم بدقة خلينا نحكي عنا أسباب النفخة يعني في كتير من الناس بتقلك مثلا أنا ما أكلت شي أنا ما عملت شي في عندي نفخة دائمة أسباب النفخة لأنه كمان أحيانا شطو الشخص بيخربة الواحد يكون فيه لخبطة شوي هلا فيه 30% بتجي من العامل الغذائي بس 70% مننا من نقص حمض المعدة وهي العالم بنحط عليها خطين جاي ننبي هالأمور هاي كل الناس اللي بتعاني من حموضة معدة وبتاخد أدوية معدة على المدى البعيد بنقص داخل الـHCL بمعدتها لأنه عند أدوية عندك ياها بتوقف عندك ياها مضخة البروتون تبع الحمض فالشو اللي بيصير بقى بيفوت الأكل غير مهضوم وبيصير عملية تخمر أكتر من الهضم فيه عنا عمليتين حيويتين بالأمعاء الدقيقة عملية الهضم هاي أهم عملية بتطمرس الأمعاء الدقيقة المادة الغذائية المعادن الفيتاميات الأحماض الأمينية السكريات وهالقصص هاي والعملية الأخرى إذا فشلت عملية الهضم لأنه هذا الأمبوب لازم يظل مفتوح إذا ما بدأ إذا ما سلكه بالامتصاص حيسلكه شي بالتخمر تشتغل بقى بكتيريا الأمعاء بكتيريا الأمعاء إذا بلشت تشتغل لازم تكون بكتيريا الأمعاء السيئة والضارة والنافعة بكون أكثر نسبتها بالكولون بالأمعاء الغليظة إذا بلشت الأمعاء الدقيقة تفقد وظيفتها بيبلش النفخة تتجه من الأمبوب لاحظي الأمعاء الغليظة سميكة عندها قدرة تتحمل الغازات والأمور هي كلياتها وجدارها أسمك وأسخن أما الدقيقة هي إذا تعبت بالغازات والتخمورات والتعفونات فإذا تسكرت على الزغابات المعوية امتصاصة وهون بتصير الأكل متعفن وواسطة وساطة حمضية عالية ما أدري موساطة حمضية وساطة غير مناسبة أبداً للهضم بتصير التخمور بقى هون بيصير الإنسان بالون متكتل داخلي يعني مثلاً ممكن تطلع حبة على جلد الإنسان يقدر يعالجها لأنه ظهرت على خارج الجلد لكن يوم تجي النفخة داخلية هاي لضغط عندي إياها جهاز عصبي رهيب جداً داخل الأمعاء فبيبلش المزاج يختلف بيبلش الشعر يهر لأنه بيصير عندك خنق للأمعاء الضغط وبسوء الامتصاص وبيصير عندي ضغط على الظهر وبيصير عندي أشياء كثيرة الفكرة برجع بعيد 30% من سوء الأكل نوعية الأكل اللي ممكن أنا ما أخدمه 90% من سكان العالم ما بيهضموا سكر الحليب فبنتبه أنا ممادة الحليب مو كثير بشجع عليه بالأغذية وبالعالمين خالقنا ناخد حليب أمهاتنا لأول سنتين بحياتنا بعدها منفقد عملية كفاءة الهضم طبع الحليب بصير منهضم كل أكل لحالة وبيدخل الحليب مساءً الحليب نعظمنا ما منعرف نخدمه هاي إذا كان نوعية أكل خاطئة طبعاً نسب الأكل اللي فيه كبريت نسبة عالية برغم أنه في بعض المأكولات جيدة جداً مثل الملفوف مثل الأمور هاي لكن فينا في أكلات فيها كبريت عالية كمان بتسبب النفخة لكن برجع بنسبتها بقول هي ما بتتجاوز 30% أول ما بده ينفرض على أي حدا دوى معدة ينتبه من عملية هلأ نعالج هذا الموضوع أنا من الناس اللي بقول أنه إدوية المعدة جداً خطيرة على المدى البعيد بترخي العضلات بترخي الأعصاب بتروح للإنسان فيتامين بي 12 على المدى البعيد لأنه ما بيعود بقى بيهضم اللحوم بشكل الصح ما بيعود فيه تعقيم لأنه حمضة المعدة مثل المعقيم لأنه هذا الأكل يعمل فوته تليان بكتيريا وتليان فطريات هاي الحاملية العالية للأش سي إيل هذا بيعمل عندي تعقيم فظيع للأكل فما بتتحملوا أي بكتيريا عندي إياها الإنسان اللي معاني من حمضة المعدة شنون بيعالج حاله طب أنا أنا ممكن هذا السؤال اللي يمكن يكون عند الكل يعني أنا قلني بلج من حالي أسألك كأنه فعلاً أنا عن هذا الموضوع فيه أشخاص ممكن عندهم فتوحة جعبية أشخاص عندهم جرسومة معدة جرسومة معدة فهنا بحاجة يومياً لأي دواء يعني واقية صباحي وفي كتير أشخاص بيأخذوا سنوات طويلة هاي حضرتك عم تحكي عننا أنا مضرة ما هي شوية البدائل اللي ممكن طب إذا كانت الحموضة نجد عن معالجة دوائية مثلاً مثل أسبرين إدوية قلب هالقصص إدوية مفاصل قوية هذا علاجه مص الموز أو لبة الخسة قبل كل وجبة إن كان ناتجة حموض المعدة عن جرسومة معدة مديدة المفعور وأخذ كورسات التهاب وما قدر عالجها بتتعالج بمادة اسم البان الدكر أو عرق السوس هدول المادتين بنطحنوا بودر وبتعبوا بكبسول وبنشربوا عن معوض مكان حبة المعدة لأنه هذا علاجه غير هذا هذا سبب التهاب جرسومي أو التهاب عن دياها بالنسبة لألي في ميكروب عم يهاجم هداك لا دواء هرى رأس المعدة إن كانت الحموضة عصبية جداً بفيدها مادة المردقوش فبتيعرف الإنسان أول شي يعالج الحموضة النقطة الثانية الناس اللي عندها حموضة كتير مهم لأخل التفاح أكيد مو خلي التفاح يجي على الريق يجي بعد الأكل أو بالسلطات بتقلي أنا عندي حموضة كتير عالية وين عم تقلي لي خلي التفاح ليعوض الحمضة اللي راحت عندك يا بإدوية المعدة بس حتماً بعد الأكل ومع السلطات ومع نسبة ألياف عالية مثل الخس بس ما يكون الوريقات كتير كبيرة الناس اللي عندها نفخة لازم ما تكون بالسلطات كتير تحكب تكتر الشغلات اللي فيها أوراق خضرة فيها ممكن تتعرض لها بكتير خاصة إذا نصقية من مياه مجارير أو هالقصص هي فالفكرة هي ممكن تكبر النفخة في ناس تسأل عن البصل والتوم كتير بموضوع النفخة تبريد تسبتها عالية هلا برجع بنرجع لحالة 30 بالمئة 30 بالمئة اللي هي النوعية إذا أنت بتعرف أنه هذا الشي بنفخة فأنت بدك تنتبه أنه بتاكله بكمية قليلة وما يجي مع وجبة غداء أو وجبة عشاء لتاخد فائته مضغو كتير بيعمل عندك عملية كتير قراحة التوم بتعمل تدشق بس أنا إذا أنت حاسس عليك التوم بيعمل لك تدشق خده على البودر على البودر ما بيعمل تدشق المياه الغازية والعصاير كتير بتعمل نفخة وغازات الفكرة الأساسية كمان اللي هو عنده سمنة معدة علوية أو طبقتين بطن بيصير عندي الأكل الطبق الشحمي بيعمل عندك نفخة وغازات للداخل فهي الأمور هاي كلياتا كمان ينتبه الأمور عليها ويحس حاله أنه صار في زيادة نفخة وغازات وهالأمور منقول الشغلة اللي بعد الأكل مباشرة الشاي مع الشمر الشمر كتير بعقم عفونة البطن وبترض الغازات أول شي بتدايق منها بس بعدين بيحس حاله كتير رتاح الشي اللي بيهم أمره أنه هو ما يأكل على دفاعات الأكل على دفاعاته على فكرة بيروح شي اسمه غازات البطن شرب الماء ما عاد تناولوش بمسبة عالية بيعمل كتير كتير غازات بطن مدى ما أنت المعدي حسيت حالك خنقتها من الفؤاد للبواب عرف أنه فيها لبعد شوي نفخة عندك في عندك عملية عدم تركيز وقت بيصير إنسان يصاب بنفخة وما عنده لا شاي ولا شي ولا هالأمور هاي كلياتا يعمل تنفس بعمق بشكل عميق عندي إياها ويحاول عندك يضغط البطن تبعه أيوة حتى يلبس مشد شوي المشد شوي بيصرف الغازات بسرعة بمنطقة البطن وهالأمور هاي كلياتا شوي شوي بيلاقي حاله بس أهم شي أنا جاي أحكي عنه إنه النفخة والغازات اللي هو بيعمل عندي مشكلة بيولوجية بالجهاز الهضمي هو ينشأ عن إدوية المعدة انتبه الإنسان ما يفرض فيه تناولون هدولا هالأمور هاي كلياتا هاي مشكلة يمكن كثير من الناس بتاخد أو غالبية الناس بتاخد أدوية معده وفكره بتهضم والسيفن أب على فكرة كل عالم تاخده لتهضم على فكرة هو ظاهريا يهضم عنديها باطنيا يخرب لأنه ما بتتخيلي الفوسفات اللي بقلبه هالأمور هاي شو بتعمل غازات بمنطقة الأمعاء الغليظة بريحك بالمعدة لأنه هو البعدة بدأ تتخلص منه بأي طريقة لأنه هو مادة قلوية مادة يعني بده موسطة فبتدفع الأكل معه لأمعاء الضقيقة والأمعاء الضقيقة تتصرف بها على كيفها مهمة دكتورة يعني ظهريا في كتير منسمع النساء الحوامل دائما عندها نفخة بطن كمان إلى علاقة شو بتتاخد هاي هون في اختلاف لأنه الغذاء بيكون محدد وبيتلك أدوية كمان ما فيه أن يأخذ والمنشأ نفسه والأسباب نفسه هلا أي حامل تعرضت لنفخة وغازات أي شيء ساخن بفيدها يعني أي شيء حتى الشاي الأحمر هي وصنية الأمهات شرب شيء ساخن أي شيء ساخن شو فيه حرام حتى البابونج بأول فترات الحمل بيوسوسوا منها يعني الشاي أخضر نعنى بس أنا ما بقول لك أي شيء ساخن وضوضع ما شاء أي شيء ساخن على البطن شرب أي شيء ساخن بيسرع عملية طحن الأمور هاي وتسريع تصريف الغازات من البطن ففورا بيحس حاله أنه تحسن التنفس العميق شو فيه عندنا قاعدة فيزياء هذا كبير هذا بده يصغر هلا تبري التنفس والقفص الصدري بيخلي الغازات تندفش لا تحت هاي كل هالأمور هاي قاعدة يعني لا في ما في منها مهرب فهي الأمور شوي البسيطة مو ضروري أني أنا فوتها فورا على حبوب وقصة سوشياء لا لأنه فيه بتير يعني الحامل عندها مش فكرة وبيدا الواحد يتأقلم بقى معهم الوضوع تبعهم دكتورة في بعض الأشخاص بيتدايقوا من 30% نسبة الطعام يلي حضرتك زكارتية بيلجأوا لهم موضوع الأنزيمات الهاضمة أو الخمائر الهاضمة إلى أي حد هي صحيحة بموضوع هضم الطعام وهل هي بتساعد فعلاً الكولون على أنه ما يصير في نفخة أو لا هلا هي كتير منيها فكرة بس هي لازم تكون مفاعلة بتصنيعها جسمنا يكون يحافظ عليه وسنعها في أشخاص يمكن عندنا نقص خمائر أما وقت بيصير أنا عندي نقص خمائر ايه بتتاخد بس أنا وقت بضل عم بأخذها وتزداد عن حد الطبيعي هو هون في فلورا اسمها فلورا توازن أمعاء هاي هون بقى في عنا شغلة انت شو نوع البكتيريا اللي ضايفة هي لأنه أنواع فبيصير عندك يا مكورات بتاكن مكورات فالقصص هاي بيصير عندي لخبطة جرسومية بقلب الأمعاء هاي عم تفوت بالملايين لكن أنا مع اللي عنده نقص ياخدها اللي ما عنده نقص أبداً ما يكسل إنتاج أمعاء أولى لأنه هذا معمل جوا أنا عندي نقص فيه بحل بحب بعوض هلا النقص حتى أي شيء أي دواء هلا من فشل الإدوية الهرمونية والعلاج بالإدوية الهرمونية إنه وقت بفوته الهرمون البديلي نقصه الجسم ما عم يفوته ما ما نصنته الجسم بفوته بتنظيم يعني نحن قد فوت أستروجين وقت خربط الدورة نخربط له للأنسة كل جسمة لأنه بيضعف إنتاج أستروجين مبايضة وهذا اللي بيعمل مشاكل عن مدى البعيد ونفس الشي بكتيريا الأمعاء وقت عم تفوتي وقت عندي نقص عندي وتوازنت وهل الأمور هاي بدي روح شوف مين عم يأكل لي هالبكتيريا تبعي هل أنا آخذ دواء التهاب معين هل أنا عندي مشكلة في نوعية الأكل التبعي مثلا ما بأكل لي بالأسبوع قطعة مخللاي صغيرة ما بأكل معلقة لبن مثلا هذور شغلات لازم يكونوا موجودين موجود هذور شغلات وعفكرة تصير مضروب المخلل بأنه بيعمل نفخه مدايئة قطعة مخللاي بالأسبوع مرة كتير بتعزز الفلورة الجيدة للأمعاء على سبيل أنه جبنا سيرت المخلل مع أنه كل شيء عم يقولوا لك يا مشاقات الفلافلفة بيقول بعد عنا بس في شيء صح بالجزن وإن شاء الله في كل ما كتير إنسان يعني إنه يدور على الشغلة اللي عم تأزيه هو بيعرف يعارج حاله بإيده معلومات مهمة اليوم كانت معك دكتورة سواب الغبر أخصائي التغذية نتشكرك على وجودك معنا ودائما للحد يستتم بحلقاتنا القادرية شكراً كتيري شكراً كتيرا لك دكتورة ولمانا لأماتي لقدمت لنا ياها